بسم الله الرحمن الرحيم في الفيديو ده هنتعرف على الريبورتس الريبورتس من الوظائف الهمة في البريمافيرا اللي بتخليني اخرج الداتا بشكل معين انا عايزه عشان اوصل للريبورتس باجي هنا عند الايكون ده وبضغط يوديني للنفذة تاعت الريبورتس اقدر اوصل من اكتر من مكان ممكن من التولز هلاقي موجود فيها ريبورتس واختار ريبورتس ده يفتح للنفس اللي موجود دلوقتي ممكن ريبورت جروبس الجروبس عبارة عن تأسيمه زي WBS بس للجروبس او يعتبر هيراركي للجروبس ممكن اقسم التأسيمه اللي انا عايزها ابدأ ااد دليت ان انا انظم الليفلز بتاعتهم وهكذا عندي برضو Batch Reports ميزتها ان انا ممكن اعمل اكتر من ريبورت وانفزهم كلهم مرة واحدة سواء بقى ان هما هيتطبعوا مباشرة او ان هما هيتسيبوا في فايل وهكذا فدي بتديني ميزة ان انا اعمل اكتر من report ويتسيبوا كلهم مرة واحدة او انا نفزهم اعمل لهم run كلهم مرة واحدة هنا اعمل لي project completion reports هنلاقي جواها اربع تقارير وفيه project start report جواها برضو اربع تقارير تانيين project weekly report جواها تقاريرين وهكذا ممكن انا اعمل اي patch جديدة بقى واسميها بالاسم اللي انا عايزه واعمل assign لاكتر من report من ال reports اللي موجودة فيها بحيث ان انا لما هقول run لل patch ال patch هتنفز كلها هتعمل ال reportات كلها وعندي بعد كده هنا report wizard report wizard دي بتخليني ان انا اعدل في اي تقرير انا واقف عليه يعني مثلا لو انا واقف هنا واخترت report wizard بيبدأ يطلع ال wizard بتاعت التعديل ان انا اعدل في ال report ده نفس الاوامر دي هلاقيها برضو في ال tool bar تاعت ال report هنا ده run report لو انا مختار report معين ودوست هنا هيبدأ ان نعمله run هنا run patch الباتش على بعضها هنا modify ان انا لو واقف على تقرير وعايز ان انا اعدله وهنا import و export لو انا عايز ان انا استور التقرير من بره او ان انا اصدر التقرير معين عشان نشغله في مكان تاني report wizard اللي كانت ترعت لنا من شوية عشان نعمل modify و report groups اللي قلنا عليها من شوية والpatch reports هنا دي run patch report هنا دي modify بتاع الباتش نفسها يعني لو دوست هنا هنا هيقول لي ايه هي الباتش وان انا ممكن اعمل باتش جديدة واعصين فيها reports لكن هنا هيrun مباشرة الباتش اللي انا عايز اقول له مثلا mypatch وابدأ اقول له اوكي بحيث انه يrun directly printer او files وهكذا طيب طيب الprimavera بيديني template جاهزة للreports ويمتقسمة بالشكل ده طبعا نتعرف عليها ده مش مشكلة اطلاقا ده حاجة وسيطة هليني نعملها بس كلها بس كلها الgroup اللي تحت دي اللي هي my reports دي انا عملها فدي مش من اصل template template موجودة على report groups standard pmo reports لو بفتحها هلاقي بعض الreports عن الadministration and security بعضها عن resources all projects portfolio analyst open projects لو هفتح الadministration هلاقي مجموعة من الreports موجودة لو هفتح resources هلاقي مجموعة تانية خاصة بالresources there resource rates وهكذا لو فتحت all projects على portfolio analyst هلاقي فيها subgroups الgroup الاولاني بيتكلم على project wps على cost على risk لو هفتح اي واحد فيهم هلاقي مجموعة من التقارير وهكذا والgroup الاخيرة على open projects ومقسمها لي بعض التقسيمات او subgroups حاجات على project wps حاجات على cost the schedule the resource usage the issues and the thresholds the reference and the documents التعرف على التقارير دي حاجة يعني مش صعبة فانا مش حابب ان انا اضيع الوقت فيها انا حابب ان احنا نعرف ازاي ان احنا نعمل report جديد او نعمل modify الريبورت دي او يعني على سبيل المسال ممكن احنا ناخد اي report دلوقتي بشكل سريع بس ان انا اعمله run مثلا activity status reports او relationships واعمل له run print preview ونشوف شكله مكتوب فوق التاريخ وهذا عنوان الريبورت وwps wps اللي هو x y هن او هيبقى بعد كده construction private section residential وعكذا activity id اللي هيبان هنا هذه activity id a1050 وهنا predecessor backfilling excavation وعكذا من هنا اقدر ان انا اتنقل بحيث لو التارير عندي اكتر من صفحة يعني جايب لي هنا activity id predecessor بقيت التارير successor activity id free float critical ولا لا relationship type driving lag وهكذا وهي اقدر اتنقل للصفحة اللي تحتها من كلال الزرار هذا فزي ما بقولوك انا مش حابب ان انا اضيع الوقت في ان انا اتعرف على التارير التعرف سهل ان انا هواف على كل واحد وعمله run وهشوف هو المخرجات بتاعته ايه لكن انا حابب نخش في الحاجة الاصعب شوية اللي هي my reports هدخل على ازاي اعمل report جديد طبعا عشان اعمل report جديد هدوس هنا على add لما بادوس add بتظهر wizard قبل ما ندخل في الوزارد حابب ان انا افرقه على الفورم العام او ال structure العام لل report فهعمل بس modify لده بحيث ندخل على الجزء ده عشان ما يبقاش ايه صعب بالنسبة لنا واحنا بنتكلم عنه ده ال structure بتاع ال report وديه النقطة المهمة بالنسبة لي ان انا ابقى فاهمها عشان من خلالها اقدر ان انا اعمل report جديد او اعمل modify لأي report من ال reports الموجودة زي ما احنا شايفين الصفحة قدامنا متقسمة يعتبر ثلاث اجزاء جزء فوق اللي هو header وجزء تحت اللي هو الفوتر وجزء في النص اللي هو data نفسها الجزء اللي فوق header اللي في النص data اللي تحت الفوتر طيب ال header موجودة عندي نوعين فيه page header و report header ال page header ده بيتكرر في كل الصفحات ال report header لا بيتكرر في صفحة واحدة بس في اول التقرير اول صفحة في التقرير على العكس الفوتر ال report footer بيبقى في اخر صفحة في التقرير اما page footer بيبقى في كل الصفحات في اخرها ال data بتبقى هي ال data نفسها وبتحتاج حاجة اسمها data source ان انا عرف لها data source زي ما هنشوف بعد شوية نبدأ الاول مثلا بال page header ال page header و page footer ممكن انا اضيف فيهم العامل التالي ان انا اضيف row ادرو خلينا ندوس عليه كده بلاقي الصف تلع فوقي فوق ال page header ده خاص بال page header بمعنى ان الصف اللي انا شايفه فوق كلمة page header فوق كده هيتكرر في كل الصفحات طيب ده عبارة عن ايه عبارة عن رو فودي يعني مسافة بس سطر او انترايا مثلا طيب ممكن ان انا اكبرها اه ممكن ازاي ان انا ادوس double click عليها و اختار الارتفاع بتاع الصف و اختار اللون بتاعه كمان اخينا نغير اللون مثلا اقول له اوكي بيفدني في ايه الصف ده بيفدني في حاجتين اما ان انا اضيفه فودي بحيث انه يعمل لي مسافة طيب مسافة دي سهلة ان انا اضيفه حاجة اضيفه ايه اضيفه text cell خلية موجود فيها text معين او اضيفه image او اضيفه line line يعني خط عشان انا مثلا لو بعمل اعمدة وفيها header وعايز احط تحت العناوين بتاعتي خط فبحطه من هنا فلو دست هنا كده هلاقي مثلا عمل خط كده خلينا نحط طيب صف تاني هقول له add row كده انا خليت اللي فيه خط تحت وده فوق وعايزين نحطه جواه بقى سل هقول له add text cell لما هضغط عليها هيطلع لي سل بالشكل ده اقدر ان انا اتحكم في عرضها بالشكل ده او ان انا احركها معي او ان انا لو البروبرتز دي مش طالع ادوس عليها double click عشان اطلع شاشة البروبرتز لما كنا مختارين الرو كان بيعلم على الرو اللي هنا وده اللي كان متاح بالنسبة لي زي الرو ده كده مثلا الارتفاع بتاعه والكلور بتاعه لما اخترت الرو اللي فيه line فتح لي كمان التاب بوتوم بتاع line فكل مرة بتكون التاب بوتوم بتاع الريبورت مكتوب فيه نفس الحاجات لان دي بتنطبق على الريبورت ككل طيب انا كده مسكت مرة اللي فيه line ومرة الرو نفسه ومرة السل اللي جوه الرو لما بيختار بقى السل اللي جوه الرو بيبدأ يظهر لي بعض البيانات التانية فتح لي التاب بوتوم بتاع سل وبيقول لي السل طيب دي عايزدها نوعه ايه؟ عندي هنا في الجزء بتاع الهيدر والفوتر عندي نوعين بس اما في الجزء بتاع الداة هيبقى فيه اربع انواع خلينا الاول في الهيدر والفوتر عندي نوعين يا custom text يا اما variable لو custom text يعني انا اكتب الكلام اللي انا عايزه وهيظهر زي ما هو بمعنى ايه؟ عايز اكتب مثلا this report is for هيظهر نفس الكلام عايز اكتب project title ككلمة مش هيظهر بقى العنوان لا هيظهر كلمة project title بس بمعنى انه هو بيظهر التكست اللي انا بكتبه الكلمة دي مش متغيرة لا ثابتة هو نفس التكست اللي انا هكتبه تب اكتب ايه؟ بيقول لي هنا اكتب ال custom text اللي انت عايزه اكتب مثلا project title زي ما كتبتها بالظبط هتظهر لو فيها غلط فلسبلينج هيظهر لو فيها مسافات زيادة هتظهر وهكذا align cell هنا بيتكلم على ال cell وتحتها هيبقى text alignment المحاذاة بتاعت ال cell خليها ماشي على الشمال زي ما هي اما ال text نفسه محاذاة في الوسط center يعني في center cell نفسها والfont style عندي مجموعة من الفونت حاجات للهيدنج وحاجات للبودي خلينا في الهيدنج طبعا ده اكبرهم يعني هيبقى الفونت كبير قوي وده يقلهم نختار حاجة متوسطة ولف تسيب نص بوصة وبعد كده الويتس بتاع الخلية 1.29 عرض الخلية ال color لو انا عايز اغير في لون الخلية طبعا كل دي خلية تعتبر سبتة وبردرز برضو من لو انا حابب ان انا حط مثلا اطارات خلينا نحط الاربعة دلوقتي هيبقى شكلها بايك بس عشان نفهمها وابدأ اعمل عشان نشوف ايه اللي انعملت ده في الريبورت هلاقي الريبورت بقى مكتوب فيه كلمة project title وجنبيها اربع خطوط sunflower villa اللي فوق والتاريخ دول مش من الريبورت يعني دول مش موجودين في الشاشة دي ما دول جولي من اين؟ دول جولي من هنا المعينة بتاعة الصفحة او ال page setup تصبيت الصفحة نفسه في الطباعة لما ادوس عليه وده هنتعرف عليه في الجزء بتاع الطباعة كان موجود حاجات هنا فخليني ان انا ايه؟ ممكن اعمل لها بس modify عشان ما تبقى اشموودة عشان ما تلاحوة اتناش وفي النصف ويقول له اوكي تمام يبقى كده طالع project title خلينا برضو نعمل نفس الحكاية في الفوتر عشان برضو ما تلاحوة اتناش خلي section واحد واجه على ال section ده وعدله وقول له اشيل الكلام اللي انت كدبه اوكي وعمل اوكي عشان بس اللي احنا نعمله على الصفحة هو ده اللي يظهر تأثيره طيب كلمة project title بس هي اللي تلعت حتى الان نقفل ونتجع تاني هنا وعايز بقى قدام كلمة project title يطلع ال title بتاع المشروع فهاجي هضيف سيل تانية وانا مختار الرو ده هقول له add text cell زود لي سيل ممكن بقى خليها ايه؟ توصل لاخر الصفح طيب نيجي نشوف اللي موجود عندي variable ولا custom text custom text هيبقى نص سيبت لأنا المرة دي عايزه variable متغير عشان يلقط لي هو البيانات الخاصة به project title طيب بيقول لي هنا sell variable ايجي هنا واختار project portfolio name project name و align cell ال alignment بقى اضبطه زي ما انا عايز borders وكلام ده كله خلينا بالمرة نشيل الالوان اللي حطناها هنا والborders احنا كنا بس حطناها لغرض التعرف عليها نقوم بس حطناها ويقوم بس حطناها ويقوم بس حطناها ويقوم بس حطناها لو نلاحظ الخلية دي مكتوب عليها هنا حرف V يعني فيها variable اما الخلية دي مكتوب عليها حرف C يعني فيها constant او اللي هي custom cell تصار custom cell دي variable ودي custom cell طيب نعمل preview كنت نشوف اللي احنا عملناه هنلاقي project title sunflower villa advanced جاب من اين دي؟ جابها من ال data جابها من ال database سحبها من خلال project name وهنا بدأ يظهر معي الخط اللي تحت ده لو شفناه موجود في ال preview الخط اللي هنا ده بسبب ان فيه هنا row وفيه line لو عملت له delete وقفت عليه ودست زرار delete في الكيبورد ودست yes اعملت preview هلاقي ان الخط راح طيب كده انا اتعرفت على page header ال report header زيها ان انا بختار هنا باقف عندها وبقول له add row زود لي row وبيزود ال row باكتب فيه اللي انا عايزه بنفس الطريقة اللي فاتت بس قلنا ال report header بيطلع في اول صفحة في ال report بس اما page header هيطلع في كل الصفحات طيب نيجي للجزء التاني اللي هو detail 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 او detail area هي المنطقة الرمضية اللي انا مختارها دلوقتي بس هي موجود فيها data source الاخضر ده ده عبارة عن data source بزوده ازاي بزوده هنا add data resource يعني انا لو وقفت على detail area ودست add data source هيزود data source جديدة بس خلينا قبل ما نزود data source هنبدأ نتعرف على اللي موجودة اللي موجودة اللي هم التلت سطور الخضر دول دول حاجة واحدة دول data source واحدة مجموعة بيانات جاية من مصدر معين بس كلهم عبارة عن حاجة واحدة الموجود السطر اللي فوق ده الهدر بتاعها السطر اللي في النص detail area والسطر اللي تحت الفوتر بتاعها بتاع المجموعة ال data اللي انا عايز اعرضها احيانا باب انا عايز اعرض اكتر من data تحت بعض يا اما اعملهم nested nested يعني متداخلين بحس ان انا ارتبهم ترتيب معين ده ثم ده ثم ده يبقى فيه تداخل ما بين data source زي ما هنشوف بعد شوية خلينا نبدأ الاول بان احنا اه عايزين نزود اه جزء في ال data نفسها في detail area لو انا زودت هنا في ال data source header هيطلع في اول البيانات بس لو انا زودت هنا هيطلع في اخر البيانات يعني لو البيانات واحدة سبع صفحات هيطلع في اول صفحة فقط فوقها هنا هيطلع في اخر صفحة فقط تحتها هنا ال data ده نفسها بقى اللي انا عايزها فهيجي على detail area واختار ان انا ازود رو طيب زودت رو عايز ازود في ايه عايز مثلا اعمل في ال report ده اعمل ال activity list باعتبر انها حاجة بسيطة في البداية نبدأ بها هاجي هادوس ايه انا عايز خلية add text cell طيب الخلية دي هبدأ علي الانواع بتاعت الخلية اول حاجة انا وفتح لي طبعا ال tab bottom بتاع cell والانواع بتاعت الخلية cell type بقى اربعة custom text والvariable اتعرفنا عليهم فوق field data وال field title ده ال data نفسها اللي انا عايز اعارضها مرة data كdata ومرة كعنوان data طيب انا اختار field data هلاقي هنا في ال cell objects في مجموعة من العناصر وعلى حسب انا اختار ايه هيفتح لي مجموعة من العناصر التانية يعني لو اخترت activity هلاقي في ال cell field مجموعة حاجات خاصة بال activity ولو انا اختارت مثلا اختار نوعها نفس الشيء اختار نوعها نفس الشيء انه هو field data activity ومن ال activity عايز activity name وبرده خليه center ال text وابدأ ان انا ايه اوسع شوية طيب هنا متوقعين يطلع علينا ايه هيطلع لستة ال activities بس هتبقى شكلها غريب لان هي بدون العنوين خلينا نبص عليها هتبقى شكلها ايه في ال preview هلاقي A001 واسم ال activity A1000 واسم ال activity A1010 واسم ال activity وهكذا وداخل فيها الجزء بتاع ال header اللي فوق اللي كان ال project title sun flower villa طيب اول حاجة ال header اللي داخل في activities انا محتاج ان انا افصل ما بينهم بكذا مسافة كذا انترايا كده فهعمل ايه هزود صفوف هاي عند page header area وهزود row اثنين ثلاثة زي ما انا عايز بقى وممكن في ده مثلا كان حاجة كويسة ممكن انا ايه ابقى اكتب ال project title او ال report title مسلا ممكن انا ازود sell هنا كده variable واخليها center و ال sell variable هتبقى report title واخلي حتى ال style بتاعها كبير شوية font1 بحيس انها تبقى بالشكل ده activity list احنا سنترنا الخلية وسنترناش الكلام اللي جواها طيب text برضو هيبقى center طيب نيجي بقى للجزء اللي هنا ده طبعا لاحزنا ان بقى في ايه مسافات اهي ما بين activities والهدر اللي فهو طيب احنا محتاجين ان activity دي او columns ديت يبقى ليها عنوان وبردو ان هي متوسطنة برضو شكلها مش حلو عايز اتحازل اليسار هيبقى شكلها ازرب شوية فخلينا هنيجي هنا كده ونقول له align sell خليها ما مش السل بقى نفسها text خليها lift justify وخليها مثلا نحركها لنا شوية كده كده بقى شكلها انسب شوية بس انا محتاج برضو يتقلل ان ده activity id ويتقلل ان ده activity name طيب يبقى انا محتاج عبارة عن sell بس تكون text مش variable واكتب فيها كلمة activity id واكتب فيها كلمة activity name طيب اعمل الكلام ده فين هل عمله هنا مباشرة لو عملته هنا دي ال data نفسها طيب لو عملته في ال header يبقى انا محتاج ان هو يتكرر في كل صفحة طيب عشان يتكرر في كل صفحة يبقى اعمله في page header area مش report header area لو كنت عملته في data source header area ما كانش هيتكرر كل صفحة كانت هيبقى في اول data بس طيب انا يجي عند page header area وهدوس row جديد صف جديد ويقول له في الصف ده دخلي كلمتين اعمل لي sell وسيل تانية ويخلي محاذاتهم بقى مع مين مع اللي تحت لان ده هيبقى عنوان activity name اللي في data ويخلي ايه محاذاتهم على قد ما اقدر كده انها يبقى من هنا ممكن ازبط الكلام ده automatic ان انا لو كنت هاقف هنا هلاقي مثلا 2.11 ويخلي دي برضو زيها 2.11 ويخلي دي برضو 2.11 ويخلي دي برضو 2.03 ويخلي دي برضو 2.03 وهنا ده طيب فضل ان انا اكتب بقى كلام داخله هو اكتب لي ان دي V و دي V يعني variable لا انا مش عايز ولا واحدة فيهم تبقى variable انا عايز الاثنين يبقوا custom text ودي برضو custom text طيب الارنيا هكتب فيها ايه هكتب فيها كلمة activity id وهنا هكتب كلمة activity name ممكن نسميها name و خلص عشان بس نبين ان هو ايه كلمة ثابتة مالهاش علاقة بالvariable طيب لو عملنا لها preview كده هنلاقي كلمة activity id وكان بها كلمة name دول بقى ممكن ان هم ايه يتوسطنوا لان هيبقى شكلهم اشكله متوسطنين للتكست وقال له center وهنا للتكست وقال له center طيب ممكن برضو عشان الموضوع يبقى شكله كويس انه نحط خط تحتهم فهاجي هنا وقال له زود لي ايه زود لي line add line cell بس ما فيش row خلينا نعمل row الاول وقال له add row وعمل فيه line cell وهاجي عند ال preview وقال له activity id ونعمل وده تحته activity id وده تحته ال name خليه يدي كبيرة شوية على ال name ممكن نلمها شوية كده او خليها خلي دي زي ما هي ونلم اللي فوق نفسها بتاعت العنوان ونعمل نعمل نعمل كده لو انا نزلت الصفحة اللي بعدها هلاقي نفس الكلام بقى موجود ونعمل ال activity id و THE activity name اللي اتنين اتكرروا في الصفحة اللي بعدها وده عنوان التعريره هون activity list و ال project title ككلمة و ال project title كvariable نفس الشيء بقى ممكن ان انا اعمل ايه اعمل فوتر سأقوم بـ Add Row وضع الخلايا التي أريدها يمكن أن أضع واحدة مثلا لـ Page Number واحدة ثانية لـ Date & Time نضع الـ Date & Time واحدة ثانية مثلا ممكن أن أضعها Custom Text و أضعها اسم الشركة XY Company ثانية إ Karim أدفع أ holidays وهذا ما أختب circumstance سيضعها السابق من決 الصدام في الرمض maneira نضع Side reports د swings الإساعة هذه الموجودة لمدة صدام إداد واضحها المحدودة وأبصد ما أكون متج أشق إصلاعها المتطلب ونتراءة إقامة ودي una weer ألاقي ان في الفوتر بقى مكتوب كذا 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 ممكن ايه عشان برضو السطور ما تلحمش ابدأ ان انا ازود صف و اعمل Preview الاقي في الفوتر مكتوب 4 اكتوبر page number xy company ممتاز 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 ممتاز